يقول أنه قرأ في الركعة الأولى أواخر إحدى السور وفي الركعة الثانية أوائلها إذا كانت القراءة في موضعين فتنكيس الآيات في قراءة متفرقة لا حرج فيه وإن كان الأولى أن يرعي الترتيب هذا إذا كان في قراءة يقرأ الركعة الأولى مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم أو يقرأ في الركعة الأولى آمن الرسول ومن ينزل إليه من ربه وفي الآية وفي الركعة الثانية يقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم هنا لم يرعي الترتيب في الترتيب آية الكرسي مقدمة على خواتم سورة البقرة لكن هذا لا حرج فيه بمعنى أنه مباح لأن كل سورة كل ركعة تستقل في قراءتها ولا ترتبط بالسابق فبالتالي لا حرج في ذلك والأولى أن يرعي الترتيب هذا في القراءة الواحدة وأما إذا كان في قراءتين كقراءة ركعتين أو قراءة صلاتين فلو لا تركه ولكن لا حرج فيه لا يثير على صحة الصلاة صلاته صحيحة الحمد لله بركها فيكم